السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخباركم إيه رب تكونوا بصحة وخير وسعادة هي دي مربط الفرص بين الدولة العظمى أمريكا والدولة العظمى الصين الخلاف اللي طلع علينا من حوالي أسبوع بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر شركة هواوي الصينية أقوى شركة من أقوى شركات الاتصالات في العالم واتهمها بالتجسس واتهمها بالشركة الخطيرة وأن هي شركة بتتجسس على أمريكا وبتضر بالأمن القومي الأمريكي وكلام كبير قوي سعادتك يعني إيه السر وإيه الواقع؟ الحقيقة إن أمريكا والصين بقالهم فترة كبيرة جداً لاتنين شركة هواوي عن طريق معالج كيرين اللي بتعمله وأمريكا عن طريق شركة كوالكم اللي بتنتج معالج سناب دراجون اللي اتنين بيسعوا لتطوير دراسات يتوصلوا بيها لتكنولوجيا الجيل الخامس تكنولوجيا الجيل الخامس هنا اللي بتساعد على وجود زكاء اصطناعي يمكن كلمة زكاء اصطناعي كتير مننا سمعوها في هواتفهم أو في الموبايل يقولك الموبايل ده فيه زكاء اصطناعي الكاميرا دي فيها زكاء اصطناعي الموضوع هنا اخطر واكبر من كده الزكاء الاصطناعي اللي مقصود هنا هو امكانية دارة الاشياء عن بعد وامكانية التحكم في سيستم كامل عن بعد وبوجودك في دولة اخرى وحاجات متطورة جداً مش مجرد صورة ومش مجرد تليفون الموضوع اصلاً صراع سياسي انتقل لساحة التكنولوجيا في حاجة اسمها العام التكنولوجي يعني ايه العام التكنولوجي العام التكنولوجي ده هو في خلال العام بيصدر معالج جديد من كل شركة بتصدر معالج بتاع السنة بتصدر معمرية جديدة بتصدر بطارية جديدة بتصدر حاجات كتير قوي وتطورات تكنولوجية كتير جدا بتكون موجودة كل عام بأناتج لدراسات شركات ومجهود كبير قوي من شركات بيتبلور ده في آخر السنة بنتائج بتظهر وبيعرفها الكل أصبحت شركة واوي أو الصين أيما يكون هتسميها متقدمة على أمريكا بتلت سنين تكنولوجية يعني الصين سابق أمريكا بتلت سنين يعني أمريكا عشان تحاول تلحق تقنيات اللي وصلت لها والتكنولوجي اللي وصلت لها واوي عايزة تلت سنين طب إيه الحل إن نلحقها؟ تحل بسيط جدا إن أنا دلوقتي يا تعمل معي اتحاد ونشترك مع بعض ونبقى حبيب يا إما حقول إن أنت بتعمل كل ده عشان تتجسس وحقطع عيشك وحبوزلك الدنيا كلها طب هل الصين هتسكت؟ هنشوف الوضع تم فيه إيه؟ أول حاجة قرر رئيس دونالد ترامب إن هو يعلن تجسس الشركة الصينية واوي وهنا علشان يخلي مفيش حد يحاول يقرب أو يتكلم أو يعتب يحاول يتدخل في الموضوع طبعا حبيبه والناس اللي حواليه انضموا ليه معنى إنه يعمل حذر على شركة واوي للتداول أو التعامل التجاري أو المنتجات التجارية مع الصين همعنى كده إنه بيمنع عنها بيمنع عن الصين إنها تاخد من أمريكا طبقات الحماية على الشاشة بيمنع أنها تاخد قطعة في المعالجات الترانس فلاش الخاص بالكارت الميمري أنظمة التشغيل جوجل طبعا وده أقوى حاجة في الموضوع يعني بيمنع 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 حاجات كتير جدا شكوالكم في الشحن السريع مليون حاجة حيمنع على تدخل أو حيمنع على الصين إنها تقدر تاخد الحاجات دي من أمريكا وللأسف تحلفت معاه شركة أورم الإنجليزية اللي برضو بتتدخل في إنتاج المعالجات يعني حصل تحالف على الصين طيب عشان ما طويلش عليكم الصين عملت إيه؟ الصين بتنتج معادن نادرة 90% من المعادن النادرة اللي بتخش لأمريكا بتنتج فيه مصانع الصين أم الرئيس الأمريكي الراجل لما عمل الحركة دي راح الرئيس الصيني عشان يرد عليه بلطافة جدا راح واخد بعضه ورايح زاير عامل زيارة لمصنع إنتاج المعادن النادرة في حتة كده بعيد في جنوب الصين كده وراح زيارة في رسالة بيقول له يا عم ترامب لو أنت استمرت على سياستك دي هنمنع تصدير المعادن دي ليكو معنى أن المعادن دي تتمنع أنها تتصدر لأمريكا دي كرسة كبيرة لأن المعادن دي بتستخدم في حاجات كتير جدا في أمريكا ودي ممكن تكون مشكلة كبيرة لهم نمرة 2 17% من مستخدمي الآيفون التليفون المنتج الأمريكي 17% من المستخدمين بتوعه جوى الصين يعني 17% من إنتاج أبل بيتباع جوى الصين وهو برضو الراجل نوه أنه هيعمل ممكن حزر لبيع أبل جوى الصين وممكن يقول له ما أنت بتتجسس علي عن طريق المعالج بتاعك ده نمرة 2 نمرة 3 يقدر يعمل حاجة ثالثة أن فيه غاز سائل بيتم تدوله من الصين لأمريكا لو رفع نسبة الدرائب أو نسبة التكلفة للغاز السائل ده من الصين لأمريكا فالموضوع يعني حتفاقم جميل جدا طب هنا عشان نكون واضحينه صرحة الدولتين في حالة أن هما يستمروا على هذا الوضع هيكونوا خسرانين واحدة هتخسر البيع بنسبة كبيرة جوى أمريكا ودي اللي هي الصين هتخسر البيع بنسبة كبيرة جوى أمريكا وهتخسر خمات كتير قوي كانت بتحتاجها أو رخص على الأقل مش هنقول خمات لأن الصين يمكن تقدر تصنع كل حاجة لنفسها فهتخسر رخص كتير قوي وحاجات أبروفلز كتير قوي كانت بتاخدها من جوى أمريكا أمريكا هتخسر دولة حليفة زي الصين إنها تكون حليفتها وتساعدها فالراجل طلع لما ليلة الموضوع بيوسع منه والموضوع ممكن يجيب مشاكل طلع وقال نصيا أو ما نصه بالنسبة لشركة هواوي الخطيرة أو دينجرس هواوي إحنا هنسمح إن إحنا نعمل تبادل تجاري تنضم لي هواوي الراجل فتح الباب من تاني إيه هدف الفيديو ده أنا عملته إن حضراتكو دلوقتي في ناس ابتدت تحس أو بيتنقل لها فكرة إن هو تليفونه اللي اشتراه بكم ألف جنيه من فترة صغيرة جدا تليفونه بقى حتة حديدة ما بقاش له أي تلاتين لازمة ما بقاش حيفيده بقى أي حاجة وعلى الناحية التانية في ناس بتخش تستنصح وتقوله لأ تعالي ده أنا حشتري منك التليفون بسهل أولا على فكرة ده مش هيكون في مصر بس هيكون في الدول يعني الدول العربية أو في معظم الدول لأن لو حصلت مشكلة لواوي هتواجه مشكلتها في كل الدول اللي هي بتنتج فيها حاجتها أو بتعمل فيها منتجاتها فهنا المشكلة دي أرجوك ما تنقدش وراء الكلام ده أصبر لحد ما تشوف في النهاية هيحصل إيه وخسارة بخسارة استعمل جهازك لحد ما يكون تحلب أو خلص خالص يعني ده الهدف الرئيسي من الفيديو أن أنت ما تاخدش الموضوع على عصابك وما تتقلقش على الجهاز المعاني حاجة تانية حابب أوضحها لكم وده بكلام جوجل نفسها بتصريح رسمي أصدارته شركة جوجل قالت أن أي جهاز صدر أو موجود في المخازن أو أعلن عنه أو تم تقديم رخصة لي وتقابلت علشان ياخد رخصة أندرويد من جوجل الجهاز ده سيظل يحصل على الدعم وسيظل تحت رعاية وتحت الكافر بتاع جوجل حتى اللحظة اللي حينتهي فيها خليني أقول لكم واوي مش هتسكت واوي لو رجعت هترجع أقوى من الأول وده الأغلب اللي أنا متوقعه أنها هترجع أقوى من الأول وحترجع بقوة شديدة جدا جدا وحترجع بالسند من أمريكا اللي هي كانت ضدها لأنهم الاثنين أعتقد هتحلفوا مع بعض ده رأي شخصي أنا اللي بقوله مش رأي معرفة أو تصريح من حد معين ده رأي خاص بيا بوجهة نظر ولكن السوق هو أو الوضع الحالي هو اللي بيحكمنا أن احنا نقرأ الموضوع على كده التصريحات اللي طلعت من ترامب التصريحات اللي ترد عليها من الصين تراجع ترامب حيبان ولكن برضو الاثنين بيلعبوا بشيء من الحذر فواوي هتلاقيها بتقولك أنا هنتج سيستم جديد هعمل سيستم جديد أنا هعمل مش عارف حاجات حيبدأ ناس كتير قوي تتداخل وتخش تحاول تلعب في النص لكن في النهاية وأعتقد تذكره اللي أنا بقوله ده إن الشركتين أو الدولتين حيرجعوا ويحاولوا إن هم يلموا الموضوع بينهم ويرجع وجود الشغل بينهم تاني أو استمرارية العمل بينهم تاني خلونا ما نسبقش الأحداث ولكن الهدف الرئيسي كان من الفيديو ده إن أنا أقول لك ما تخافش وما تسمحش أن نفسك أن يضحك عليك وما تسمحش أنك ترمي فلوسك وما تسمحش أن حد يقلقك أو يحاول يستغلك وياخد فلوسك لمجرد أنه بيحاول يوصل لك حاجة مش مظبوطة بشكرك يا ربا ما كنش طولت عليكو وأرجوك تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب ولو عندكو أي استفسار بخصوص الموضوع ده أو غيره تقدر تسيبوا لي هنا في كومنتات اليوتيوب أو في صفحة الفيسبوك اللي حساب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف هي وصفحة الانستجرام لو حابب تتبعني وشكوا فيديوهات جاية إن شاء الله وكان معاكم محمد النواوي